أقول أن هذا القرار سياسي يهدف إلى فصل غزة عن الضفة ونحن ننسمح بذلك ولن نقبل بهذا الفصل ترفض السلطة الفلسطينية السلام تحويلات جزئية لأموال الضرائب بسبب حجب إسرائيل المبالغ المخصصة للنفقات الإدارية في غزة والابقاء على أموال الضفة الغربية المحتلة فقط قررت اقتطاع مبالغ جديدة من الأموال المستحقة لنا بحجة أننا نمو الغزة بقيمة 140 مليون دولار شهريا وتقوم إسرائيل بتحصيل هذه الأموال نيابة عن السلطة الفلسطينية على البضاع والسلع الواردة أو الصادرة من وإلى الأراضي الفلسطينية عبر الحدود الدولية وذلك وفق اتفاقية باريس هذه الأموال هي أموال شعبنا وسوف نستمر بالمطالبة بها بأكملها حتى نحصل عليها هناك تدخل دولي في هذا الأمر ونأمل أن يأتي بالنتيجة المرجوة خلال الأيام القادمة احتجاز إسرائيل لأموال غزة جاء كحل وسطي بعد جدل بين الوزراء الإسرائيليين فقد سبقوا أن عارض وزير المالية بتسلئيل سوموتوريتش تحويل الأموال إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية وقال أنه لن يسمح لدولة إسرائيل بتمويل داعم إرهاب حماسة فكان الحل هو استبعاد تمويل غزة على خلفية الحرب الدائرة بين حماس وإسرائيل بالمقابل هناك من شدد على أهمية تحويل الأموال بسرعة للحفاظ على الاستقرار بالضفة الغربية وخاصة في هذه الأوقات هذه الأموال المستحقة للفلسطينيين تدعى بأموال المقاصة وهذه ليست المرة الأولى التي تكون فيها هذه الأموال محطة خلاف بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية التي تتمتع بحكم ذاتي محدود في الضفة الغربية المحتلة فمنذ عدة سنوات تعاني السلطة الفلسطينية من ضائقة مالية بسبب قطع إسرائيل كلياً أو جزئياً لأموال الضرائب وتشير التقديرات أن السلطة الفلسطينية تنفق حوالي 30% من ميزانيتها في غزة وخاصة على رواتب العاملين في مجال الصحة ترجمة نانسي قنقر